ودلوقتي بقى نروح كمان لخبر مهم من وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن بدء صرف المساعدات النقضية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس الحالي ده هيعتبر أو هيتم من بكرة الثلاثة إن شاء الله وهيكون للأسر الأولى بالرعاية كبار السن دوي الاحتياجات الخاصة وكمان بتأكد وزارة التضامن أنه هيتم تهجيل تشكيل لجان لمتابعة الصرف وتيسير كافة الإجراءات يا جماعة ما شاء الله والله الحلقة من أولها كلها أخبار حلوة ومباشرة لكل الفئات طلبة وأسر في احتياج الدعم وكبار السن ودوي الاحتياجات الخاصة وإحنا لسه لسه مستفشرين ومتفاعلين ومكملين معكم في أخبارنا الحلوة حقيقة عايزة أقولك طبعا وحشتنا جدا وبقى بين التكافل وكرامة يعني وزارة التضامن الاجتماعي شغالة بشكل سريع جدا وأنا بسمع والله العظيم مش كلام مكتوب بسمع من الناس على أرض الواقع أن فيه مسارعة في إجراءات البنوك والقروض والمستشفيات والعلاجة على نفقة الدولة بقى أزهل بجد بقى نقعد سنة عشان حد يسأل فينا وفوت علينا بكرة دلوقتي فيه أمر مهم جدا لدرورة الاعتناء بصحة المصريين والتكافل الاجتماعي من سيادة الرئيس بسرعة جدا بيحصل إجراءات شديدة السرعة شديدة التنفيذة عشان الناس ما تسكنيش في طوابير الناس الأكثر احتياجا صحيح طبعا ودي أولوية بالنسبة للقيادة السياسية والصناع القرار لأنه ببساطة شديدة خليني أقول حضراتكم بالأرقام تلاتة مليون أسرة استفادت بشكل مباشر من برنامج تكافل وكرامة وبتستفيد شهريا أسرة مش مواطن مصري تلاتة مليون يعني لو اعتبرنا أن متوسط الأسرة أربعة في تلاتة يعني مكلفة بـ 12 يمكن أكتر بتوصل أكتر من 15 كمان الرقم الفعلي اللي موجود 15 مليون مواطن مصري مستفيد بشكل مباشر ومستمرين كل سنة كل شهر وفي ناس كتير كانت بتسمع عن المبادرة وبتقول لك يعني هما يعني هيسألوا فيها هما يعني هيردوا عليها وتفاجئوا طبعا بأن الرد جي أسرع مما يتخيلوا أعلى من سقف طموحاتهم في القصة في ناس كتير عايشة حياة كريمة وحياة أدمية طليق بيها أو طليق بالمواطن المصري على أرض الوطن فبجرد كل التحية والتقطير لكل القائمين سواء على مبادرة حياة كريمة اللي هي المضلة بمفهومها الشامل ومبادرة تكافل الكرامة بصوا يا جماعة هو لما بتسود أو بيسود التكافل بتتحقق الكرامة دي قاعدة يعني نعرفها من بداية الزمن بداية التاريخ بداية الخلق حقق التكافل في المجتمع اللي انت عايش فيه تتحقق الكرامة لكل أفراد هذا المجتمع فبلاش إشعاعات نتطمن ونأمل ونستبشر برضو خير